المرات القليلة جدا 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 التي نتأكد فيها أن كرة القدم منصفة وعادلة مرات القليلة في أكثر الأحيان كرة القدم ليست منصفة ومش بالضرورة الفرقة الأحسن هي اللي تكسب ومش بالضرورة الفرقة الأحسن هي اللي تاخد البطولة ويا ما شفناها سواء على مستوى بطولات أفريقيا بطولات أوروبا حتى على مستوى بطولات كاس العالم لكن في بطولة اليورو الأخيرة الكرة القدم أنصفت الكرة الجميلة وأنصفت الفريق الأجدر بالفوز باللقب وقبل كل دول وكل الناس بتتكلم عن اللعيبة الشبان الجمال سواء يامال ولا قلمه ولا 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 بس الحقيقة احنا لازم ننصف المدير الفني دي لا فونتي ولازم قبل ما ننصف المدير الفني ننصف الاتحاد الأسباني لكرة القدم لأنه الدرس اللي كلنا لازم نتعلمه من التجربة بتاعت اليورو دي إن ما فيش نجاح بيجي اعتباطا ولا بيجي مجرد تجربة سنة ولا سنتين ولا بيجي بحدي بادي زي ما اتحاد الكرة المصري عندنا بيعمل لما بيجي يختار المديرين الفنيين لمنتخباته سواء المنتخب الكبير أو المنتخب النشيين ما ليش دعوة انت اللي بتقولها أنا مش عايزة لا أنا اللي بقولتها لا أنا اللي بقولتها لا أنا اللي بقولتها وانت عندك رأي تاني إن مثلا اختلار التحاد الكرة المصري عندنا لمدير المنتخبات والنشيين ولا كذا بيحصل بطريقة علمية حدي بادي زي اخر مرة قبل حسام حسن حسام حسن جيب بالدفع الجماهيري جمهور رأي جمهور قبل الدفع الجماهيري بعد الكرسة اللي حصلت لكن قبلها انت فاكرة القصة بتاعت احنا عندنا يا جماعة حسام البدري وإيهاب جلال وبلبل عبدالهادي مرة كنا لمحسام البدري لمسك قال لك احنا عندنا التلاتة دول وشوفوا بقى ناخد مين فيه وهم إيه انتوا بحدي بادي يعني إيه مين اللي قال انه التلاتة دول هم اللي تتوافر فيهم ولا هم دول اللي مقنين على الساحة ولا هم دول اللي فاضين دلوقتي ولا هم دول ايه ايه المعايير طب وبناء على أني معايير اخترت واحد من التلاتة دول ولا حطتهم في بولة كده زي بتاعة القرعة وياريت لما مدير فاني بيمسك المنتخب بيقولوا يلا هنبني مشروع لا مشروع ايه اخرج مشروع بتاع السيرفيس اللي هو بيروح شوبرة ده مؤسسة فيعني بقولك درس درس للأسف بيورينا قد ايه احنا بعيد درس للناس اللي باشي صح عشان توريكي قد ايه انتي ملكيش فيها ملكيش فيها ناس دل افوينتي جابوه يمسك منتخب اسبانيا تحت 19 سنة ده تدرك في منتخبات الناشئين يعني حتى قبل 19 في كمان منتخبات صغيرة بس وديت المشروع لما حطوا عنيهم عليه ولقوه مدرد بيعمل حاجة كويسة مع الصغيرين حطوا عليهم عنيه فقال له تعالى امسك منتخب اسبانيا تحت 19 سنة حاجة كده زي كابتن حسن شحيطة لما بدأ بالمنتخب يعني عمد متعب والناس دي كلها بدري يعني بس دي برضو جات معاهم صدفة اه يعني انا فهم جات معاهم صدفة لكن هنا بقولك حد منتخب حطوا عنيهم عليه لقوا واحد بيشتغل كويس مع الصغيرين وعندوا فكر فقالوا طيب هنركز معاه فلقوا شغله مستمر وناجح تعالى امسك منتخب اسبانيا 2019 فكسب بيهم بطولة اوروبا تحت 2019 طيب اعمل حاجة زي الفل تحت 21 خد لا تمسك الاول خد الحلوين من فريقك اللي تحت 19 وطعم بيهم 21 ومسكوا اهو فخد الحلوين من 19 ومسك بيهم منتخب مش يمسك المنتخب الاول على طول لا تمسك 21 وطعم بالحلوين بتحت 19 فدخل بطولة اوروبا تحت 21 فكسبها قالوا له حلو الحلوين بقى من 19 و21 اعمل لنا بيهم توليفة وطعمهم للمنتخب الاول للمنتخب الاول عشان كده الناس اللي بتقول ايه العالي الصغيرة مش العالي الصغيرة دول اطال اوروبا تحت 19 وتحت 20 اللي خدوا خبرة ولعبوا مع بعض وشربوا فكر المدرب لانه هم معاه بقالوا 4-5 سنين من تحت السن فلما لعبوا معاه يوروك كبار 2024 ما كانش جديد عليهم ولا جديد عليهم فراجل طبق فكره مع مجموعة واستمر ويتدرج معاهم هم بيحلموهم بيجبر وهو حلمه بيجبر لما مسكوه منتخب اسبانيا الاول لكرة القدم عايز اقولك الصحافة الاسبانية هجمتهم الصحافة الاسبانية هجمت لاتحاد الاسباني وقالت لهم بقى انتوا سبتوا الاسباء الكبيرة في عدم كرة القدم سواء مدربين الاسباني او مدربين الاخرين وما جبتوش غير مدرب العين الصغيرة عشان كده انت حيات الاتحاد الاسباني على رؤون انه يا فندم لازم الفضل يرجع لاصحابه اه المدير الفني واللعيبة هم اللي في الوجهة لكن مين اللي خطط ومين اللي قدار ومين اللي درس ومين اللي عمل الاتحاد الاسباني فلازم يتقال له برافو لازم يتقال له برافو عايز ا اسألك انت فجأك منتخب اسبانيا كنت عامل حسابك انهم هيقدموا الكرة الحلوة اللي هي الحقيقة يعني فعلا المشجع اللي في الشارع بيقول كيفني كرة منتخب اسبانيا ده مليوم في المين ولا كان فيه فريق تاني انت حاطت عينك عليه وحسست لا ده اللي هيقدم في اليورو وده اللي هيعمل في اليورو ويوصل الى ادوار الارقصائية لا لا كنت متأكد ان اسبانيا هتبقى فرقة قوية وتقدم كرة قوية وتبقى من ابرز المرشحين للفوز ده من ماتش الافتتاح بينه بين فرواتيا ولا من قبل البطولة من تصفيات اليورو واسبانيا عاملة شغلة هاي